السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم ايمان شاو من قناة طرق الفالي خلية تعليم الكمبيوتر. ان شاء الله في الفيديو ده عرفك ازاي تغير الرام بتاع جهاز الكمبيوتر عندك. اولا مفروض تعرف فين منافذ الرام او مفروض تعرف فين اماكن الرام عشان تقدر تغيرها وتقدر تشيل الرامة وتقدر تركبها تاني. ده منافذ الرام زي ما انت شايفين هي من شريط التويل دوت. اه بيبقى جنب الفان او جنب المعالج دوت الرام هتلاحز فيه منفذين وهو بيكون شكله بالطريقة دي. عشان تغير الرامة اللي فيها او تركب رام. اول حاجة احنا هنشيل الرام دوت هتلاحز ان هو مقفول عليه بمكبس من هنا. هنفتحه. هنرجع المكبس ده لورا. وهنرجع المكبس التاني اللي هنا كمان لورا. هتلاحز ان الرام معايا نطر كده وا Stones من الجهاز. ده شكل الرام طبعا. عشان تشوفوه Two جيجا. عشان تعرف تزود الرام دي وتعرف الحد الاقصى تزويد الرامات في جهاز الكمبيوتر. في برنامج كده هسي lightnings أسفل الفيديو. تعرفوا الحد الاقصى تزويد الرام في الجهاز لغاية جيجا. وعندك كم منفذ قبل اما تفق الجهاز طبعا. لو انت مش عايش تفقي الجهاز تعرف كم منفذ قبل اما تفق الجهاز وتبص عليك. البرنامج بيزودكم بالمعلومات دي. عشان تقدروا تستفادوا من اكتر. بتعرفوا منافس الرامات. كام عدد المنافس. والجهاز بتاعك هيقدر يشيل لحد رام كامل. هنيجي بقى لتركيب الرام بالطريقة دي. اهو. هركب انا بالطريقة دي. هدخل المشت هنا. الجزء ده هنا كده. والناحية التانية نفس الكلام كده. ونقدر ندخله كده. في البداية هتلاحز ان في فتحة. في الجزء ده اهو. واتلاحز ان في برضو مساحة للفتحة دي هنا. لو جيت تركيبها غلط مش هتركب معك. تمام? فما تحاولش بقى تقوح فيها وكده حشان ما تتصلش الرام. لو ما ردش تركب معك تبدل على طول للفتحة دي كده. اهو. السن ده. مع الفتحة دي كده. هتلاحز ان الفتحة ايه? دخلة الفتحة اللي معمولة في الرام دخلة في الفتحة اللي هنا. فهنركب الرام هندخل دي من هنا كده. والناحية التانية والناحية التانية هي نفس الكلام. اهو كده هتلاحز اللي هي دخلة. فهنجبس بادينا كده وهنضغط بادينا. من هنا. لغاية المجبس دي اقفل عليه اهو. اهو اقفل عليه. والناحية التانية نفس الكلام. اهو كده الرام ركب Itali طبعا اتمنى كن استفادته من حالة النهاردة. وطبعا ماتستاش اضغط لايك وتشارك في القناة وتحقق جرس التنبيه عشان تشوف فيديوهاتنا جاية والباول ولا عندك اي استفسار اكتب تعريف اصفل الفيديو ورسينا للتفكات على الفيسبوك تولي الفيديو خير لتعليم الكمبيوتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.